السلام بكم في موقع مركز الوسامة الوكيل الرسمي لشركة أوتيال في العراق في هذا الفيديو سوف نوضح لكم ما الفرق بين جهاز الماكسيداس DSF 808 وأيضا الماكسيداس DSF 808K طبعا من ناحية الجهاز هذا السؤال دائما يجينا السؤال يمكن سؤال ينطلح يوميا ما الفرق هذا الجهاز عن هذا الجهاز نقولهم انه ماكو اي فرق مجرد اللي يريد يشتري الجهاز بثمانمية وخمسين دولار يشتري هذا الجهاز فقط وياه في الشيطة الأوبي دي تو يعني يشتغل من موزيل الفين لغاية الفين وثمونتعش طبعا نفس الشي تحديث ثلاث سنوات مجانة اما مرات يسألون شنو معنى هاي الكيت شوف هنا خلي نشوفها بالكارتون ماكسيداس DSF 808K هذا يقصد بها أنه جهاز لا يوجدgos ساعات القديمة يعني ان هذا نفس ماكسيداس وقد أيه الساعات القديمة بي اي ام المارسلس الساعات التسعينات اللين ج вами هكذا الموزل hoped کاركسينات فمن الناحية البرمجية الجهازين واحد مايفرق عن الثاني إذا اديهم تحديث ثلاث سنوات مجانة انا نفس البرامج حتى هذا هو برامج السوارات القديمة التسعينات يعني من ناحية البرمجية تجهاز مابياه أي فرق يعني شي يربط عن وطلب أما بس قلت لكم الفرق هو بالكارتون واحد يجويا فيه الشيء السيارات القديمة واحد يجويا فقط كابل الأوب دي 2 نرجع وذكركم برقامنا مركز الوسام تصلوا بنا على الرقم 077-056-52865 طبعا جهاز الماكسيداس جهاز راقي جدا يدعم جميع أنواع السيارات ما عدا السيارات الإيرانية مثل ما قلت لكم النوعين يأتي نوع يشتغل السيارات القديمة والحديثة والنوع الثاني يشتغل فقط السيارات الحديثة تحياتي لكم